أهلا بكم من جديد يتأمل سكان المثلث الحدودي بين تشيلي والأرجنتين وبوليفيا يتأملون خيرا في مشاريع استخراج معدن الليثيوم من منطقتهم الغنية به ولكنها فقيرة للأسف في الإمكانيات والخدمات كما تثير مخاوفهم أيضا إذ يتطلب استخراج المعدن استهلاك ملايين الليترات من المياه يوميا في هذه المنطقة القاحلة في أمريكا اللاتينية تختزن محلولاتها الملحية الجوفية 56% من هذا المعدن الذي يرتفع سعره إذ يستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية التي تعلق عليها الآمال في إنقاذ الكوكب من الاحترار المناخي طريق معدن الليثيوم في المثلث الأمريكي اللاتيني يبدأ من هنا من هذه الصحراء في تشيلي ذهب أبيض ونفط القرن العشرين كما يطلق عليه يحيي استخراجه عند الحدود بين تشيلي والأرجنتي وبوليفيا أمل السكان لكنه أيضا يثير مخاوفهم الطريقة الطبيعية لاستخراج الليثيوم وتحويله إلى منتج نهائيا هي من خلال عملية التبخر حيث يتم دخل محلول الملحي الغني بالليثيوم من تحت الأرض ووضعه في هذه البراكة ليتبخر الماء في هذه المنطقة القاحلة في أمريكا اللاتينية تختزن محلولتها الملحية الجوفية 56% من هذا المعدن الذي يرتفع سعره يستخدم في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية سيارات تعلق عليها الأمال في إنقاذ الكوكب من الاحترار المناخي ولكن استخراج الليثيوم يتطلب ملايين اللترات من المياه يوميا وعلى الرغم من أن شركات التعدين مجبرة على أن تسدد تعويضات للسكان المحليين يتخوف هؤلاء من موجات الجفاف لا نريدهم أن يستخرجوا الليثيوم فكل ما نريده هو الماء أعرف أنه ستكون هناك وظائف جديدة ولكن كيف سيكون المستقبل؟ وفي الأرجنتين تشكل هذه المنطقة ثانية أكبر حقل لليثيوم في العالم ومع التشجيع الحكومي تصبح رابع أكبر منتج لليثيوم بينما المجتمعات المحلية تبدي تخوفا متزايدا وفي بوليفيا ومدفوعا بالأمل من التصريحات الرسمية في تشجيع الاستثمار في المنطقة لتهديئة مخاوف الناس من التركيز على الليثيوم بنى أحد المحامين الشبان فندقا في ريو جراندي سماه ليثيوم لكنه لم يتمكن من تحقيق ثروة منه مجتمعاتنا منسية كنا ننتظر تطورا كبيرا على الصعيد الصناعي والتكنولوجي وخصوصا ظروفا معيشية أفضل لكن ذلك لم يحصل بلدان مثلث الليثيوم تتطلع إلى الاستغلال التجاري لليثيوم في تصنيع البطاريات محليا فأميركا اللاتينية تمتلك المواد الأولية اللازمة لإنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية برأي خبرائها لكن يخشى سكانها أن يطول انتظارهم ومعنا من بغداد الخبير البيئي تحسين الموسوي سيد تحسين صباح الخير أهلا بك معنا في صباح شديد إذن ما يطلق عليه بالذهب الأبيض أو وقود العصر الحديث حيث أنه سيصنع منه بطاريات صديقة للبيئة وربما تساعد في الحد من الاحترار الحراري لكن في نفس الوقت هو يستنزف مئات اللترات من المياه لماذا هل لك أن تشرح لنا صباح الخير صباح التفاؤل شكرا للدعوة الكريمة بالحقيقة هو ليس بالأمر الجديد وإنما يعود إلى حوالي عام 1817 عند اكتشاف هذه المادة الكيميائية الفلزية حقيقة التي تكون من ثلاث مواد خفيفة حقيقة دخل سابقا في صناعة الزيوت أو المواد أو ما يسمى تشحيم أصابون الطائرات وأيضا أضيف لكم مثل ما تفضل تقريركم يدخل أيضا حتى في بعض المستحضرات الطبية كلوريد الليثيوم أيضا يستخدم خاصة لحالات الاكتئاب والحالات النفسية يعني هذه المادة المهمة التي تفضلت وأطلق عليها التقرير حقيقة نعتبرها حداثة العصر خاصة بعدما قسل إنسان على الطبيعة من خلال الإمبعاثات الكبيرة نتيجة استخدام الوقود الحفوري بنفس الوقت تبقى كل مشاريع الطاقة اللي يتحدث عنها تقريركم هي تحتاج إلى كمية من المياه وكمية عالية من المياه الأمر يكون ذي جانبيا ذي جانب سلبي وجانب إيجابي الجانب الإيجابي اللي تكلمته عنه اللي هو حيكون يستخدم بالطاقة النظيفة المستقبلية وخاصة محركات السيارات الكهربائية والاستخدامات الحالية اللي تعرفوها جنابكم الكمبيوترات الأجهزة الهاتف النقال في كثير من الألكترونيات البطارية المستخدمة لمرة واحدة أو البطارية ذات الشحن استخدامات كثيرة نتحدث عنها هذه المادة استخراجها حقيقة يكلف أو يستنزف المياه الجوفية وخاصة بالمناطق الفقيرة يعني السبب يعود إلى أن الطريقة المستخدمة السابقة من خلال استخدام حفر كبيرة أو أنفاق كبيرة وحقن المياه الجوفية أيضا بكمية من المياه لدفع هذه المادة ومن ثم بعدها استخدام المياه النقية الأكيد خاصة والعالم اليوم يشهد توسع واضطراب بزيادة السكانية يقابله أيضا بالجانب الثاني قلة بإطلاقات المياه والسبب سابقا تحدثنا عنه نتيجة زيادة الطلب على المياه في كثير من الاستخدامات والعرض ثابت سيد تحسيني كيف يكون هذا الموضوع دائما يكون هناك تبرير لأي فكرة تجارية أن هذا صديق للبيئة وما إلى ذلك كيف يكون الموضوع الليثيوم صديق للبيئة وما نفعل لاستخراج الليثيوم هو ليس صديق للبيئة ملايين عمليا لترات نحتاجها لاستخراج هذا الموضوع ليس هذا فقط أيضا استخدام هذه للبطاريات يعني تحدثنا منذ فترة عن المخلفات الإلكترونية لصناعة هذه الأجهزة وما إلى ذلك التي أيضا ستؤثر فيما بعد كمخلفات إلكترونية على البيئة يعني في مسألة التوازن يعني أين كفة الميزان ترجح ماذا المحافظة على بيئة هذا المكان أم استخراج الليثيوم لأغراض تجارية وصناعية وما إلى ذلك الحقيقة هو من النقار ناوية مصادر الطاقة تكون آثار البيئية أقل ليس بالآثار الكبيرة مثل اللي يستخدم بالوقود الحفوري أكيد هذا الجانب اللي يفضل عن باقي واللي يجعل من المستقبل أن هذه الثروة كبيرة ستكون هي مثل ما تفضلت المسمى الذهب الأبيض هذه التسمية العالية بعد الاستغناء أو الجانب الثاني عن الوقود الحفوري لكن هناك أيضا وسائل مبتكرة جديدة ما قامت به ألمانيا مؤخرا من حيث استخدام الطاقة الحرارية يعني ليست الحفر برك كبيرة واستخدام حقن المياه كما يحدث في الحالات التقليدية البداية المستخدمة في استخراج الليثيوم وهناك أيضا لا يزال هناك حقيقة وسائل كثيرة قيد نعم يعني استخراج الليثيوم مع ابتكار وسائل المحافظة على المياه الجوية وعدم استهلاك ملايين الليترات من حفوري نعم شكرا جزيلا لك الخبير البيئي تحسين الموسى وكنت معنا من بغدان نتمنى أن يعود ذلك بمنافع ليس فقط على الشركات التي تستخرج الليثيوم وأيضا على أهل منطقة وعلى البلاد التي هي غنية عمليا بهذا الليثيوم